السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصفة الثالث ابتدائي التعليم المستمر نرحب بكم في درس جديد وموضوع جديد سنتحدث فيه بإذن الله تحدثنا في بداية هذا الفصل عن البيانات والتعامل مع البيانات داخلها الشبكة العالمية العنكبوتية للإنترنت وتحدثنا كيف من الممكن أن تقوم بحفظ البيانات وحفظ الصور وتنزيل الملفات والبرامج وغيرها من طرق التعامل مع البيانات في شبكة العنكبوتية العالمية اليوم بإذن الله سنتحدث عن درس جديد يتحدث عن أخلاقيات التعامل مع الشبكة العنكبوتية العالمية نتعرف بداية على مراجعة للدرس السابق تعرفنا فيها عن التعامل مع البيانات كيف ممكن أن نقوم بحفظ صفحة الويب تنزيل الملفات والبرامج كيف ممكن أن نقوم بحفظ الصور طريقة نسخ ولسق النص كيف ممكن أن نقوم بنسخ نص من الشبكة العنكبوتية ووضعها في أحد ملفات أو برامج معالجة النصوص ممكن أن نقوم بالاستفادة من البيانات الموجودة في الإنترنت أيضا تعرفنا كيف ممكن أن تقوم بالطباعة أو طباعة صفحات من الإنترنت بداية تعرفنا وتعلمنا كيفية التعامل مع المتصفح للوصول إلى المعلومات والاستفادة الآمنة والسريعة من شبكة الإنترنت والمعلومات الموجودة والمتوفرة لدينا وتعلمنا العديد من المهام تعرفنا على حفظ صفحة الويب تنزيل الملفات نسخ النصوص أو نسخ ولسق النصوص وتعرفنا أيضا على طباعة من الإنترنت بداية تعرفنا على حفظ صفحة من الويب وذكرنا ما ممكن أن تقوم بالذهاب إلى المتصفح وحفظ هذه الصفحة تعرفنا كيف ممكن أن تقوم بدخول على برامج أو بعض المتصفحات وتعرفنا على متصفح جوجل كروم كيف ممكن أن تقوم بحفظ الصفحة منه مثلا في هذا المتصفح نقوم بالذهاب إلى قائمة ملف وتحديد حفظ باسم بحيث يقوم بحفظ الصفحة بعد ذلك يقوم بستظهر لنافذة هذه النافذة نحدد المكان الذي سنضع فيه هذه الصفحة نحدد اسم الملف والنوع لهذا الملف ثم نقوم بحفظ الصفح ويمكن تغيير أيضا موقع حفظ الصفحة الافتراضي الموجود عندما تقوم بحفظ ويمكن تحدد المكان للحفظ ثم تحديد اسم الملف والحفظ النهائي لهذه الصفحة مثلا نرى هذا التطبيق مثلا قمنا بالدخول إلى أو الذهاب إلى متصفح جوجل كروم ثم الذهاب إلى موقع وزارة التعليم سنقوم بداية بالذهاب إلى هذا الموقع لحفظ هذه الصفحة أو صفحة الموقع سنرى في الزاوية اليسرى العلوية سنقوم بالذهاب مباشرة إلى النقاط التي تكون بشكل عمودي نقوم بالضغط عليها كما نرى الضغط لمرة واحدة ثم المزيد من الأدوات سيظهر لنا حفظ الصفحة باسم تظهر لنا نافذة هذه النافذة نحدد المكان الذي نريد حفظ البيانات فيه ثم نقوم بحفظ الصفحة وتحديد نوع الملف سيقوم المتصفح مباشرة بحفظ هذه الصفحة كما نلاحظ في الزاوية اليمنى السفلية يقوم المتصفح بحفظ هذه الصفحة في داخل الجهاز إذن هذه طريقة لحفظ صفحة الويب كيف ممكن نقوم بتنزيل الملفات والبرامج من الانترنت وذكرنا عنده فتح ملفات في صفحة الويب قد يشغل المصفح الملف أو البرنامج مباشرة دون حفظه وقد يستلزم تنزيل ملفات وأيضا ممكن أن نقوم بتنزيل ملفات في غرض تثبيت بعض البرامج نحتاج بعض البرامج مثلا للتصفح بعض البرامج للبرامج الأوفيس وغيرها من البرامج اللي ممكن نقوم بتنزيل هذه الملفات ونحتاجها فنقوم في هذه سواء ملفات نصية أو حتى ملفات صور نقوم بحفظ الملفات على الجهاز كما يمكن حفظ الملفات بالضغط على الرابط بالزر الأيمن وحفظ الهدف واختيار مكان الحفظ ونركز دائما بالتأكد من موثوقية الموقع وسلامة الملفات قبل تحميلها المحافظة على جهازك من الاختراق أيضا تعرفنا كيف ممكن نقوم بحفظ الصورة نقوم بالذهاب إلى الصورة مثلا بمتصفح مثلا أي متصفح نقوم بالذهاب إلى محرك البحث ثم نحدد الكلمة التي نريد البحث عنها ثم نحدد الصورة وبزر الفارة الأيمن نقوم بحفظ أو بزر الفارة اللي نقوم بحفظ باسم ثم نحدد مكان الذي نريد حفظه في هذه الصورة نلاحظ نقوم بالذهاب مثلا في المتصفح جوجل كروم ثم نذهب إلى محرك البحث والبحث في مثلا برامج الأوفيس نقوم بالذهاب مثلا في هذه الصورة نقوم بحفظها فقط بزر الفارة الأيمن ونحدد حفظ الصورة باسم سيظهر لي نافذة نقوم بتحديد المكان الذي نريد حفظه وتحديد اسم الملف أو تحديد اسم الصورة ثم مباشرة سيقوم البرنامج أو سيقوم المتصفح في حفظ هذه الصورة في الجهاز عندما نريد فتح الصورة سيظهر لنا بهذه الطريقة أيضا كيف ممكن نقوم بنسخ ولسخ النصوص نحتاج أحيانا لطباعة نص من الويب أو لاحتفاظ به مثلا دعاء أو مقالة أو وصف أو وصفة معينة حينها نقوم باستخدام عملية النسخ واللسق إلى ملفات النصوص نلاحظ الآن مثلا في هذا التطبيق كيف ممكن أن نقوم بنسخ نص نقوم بالذهاب إلى محرك البحث كوغل ونقوم بالذهاب مثلا إلى أي موضوع نقوم بتحديده مثلا اخترنا يوم التأسيس مثلا سنقوم بالذهاب وتحديد النص بداية بعد تحديد النص بزر الفارل الأيمن نقوم باختيار الأمر نسخ مباشرة نقوم بتحديد النص كاملا ثم بزر الفارل الأيمن نسخ ثم الذهاب إلى أحد برامج معالجة النصوص لوضع هذا النص فيه مثلا بزر الفارل الأيمن نقوم بتحديد مثلا الملف الذي نريده ملف نصي أو حتى مستند نص وممكن نقوم بالذهاب إلى هذا البرنامج أو بالمستند مستند وورد نحدد اسمه وأيضا نقوم بوضع النصوص بداخل التي قمنا بنسخها من الانترنت مباشرة نقوم بالذهاب إلى هذا المتصفح أو عفوني إلى هذا المستند وبزر الفارل الأيمن نختار الأمر أو حتى نقوم بالذهاب إلى الشريط الرئيسي نحدد الأمر لسق مباشرة سيقوم بنسخ الملفات أو نسخ النصوص بداخل هذا النص بعد ذلك نقوم بحفظ المستند وحتى نقوم بالتنسيق لهذا المستند ونحدد المرجع الذي أخذنا منه هذا النص ملاحظة عند النسخ ينبغي تحري الأمانة العلمية عند طريق الإشارة إلى المصدر الأصلي للنسخ المنسوخ أو النص المنسوخ حتى وهذا يتنطوي تحت اتباع الأدابة السليمة للتعامل مع الإنترنت والتي سنتحدث عنها بإذن الله اليوم في أخلاقيات أو التعامل مع الإنترنت وكيف ممكن نقوم بالتعامل معها الطباعة بالإنترنت بإمكاننا طباعة نسخة ورقية ما يظهر في المصفح قايمة ملف كما نلاحظ ثم نقوم بالذهاب إلى الأدوات ثم نختار طباعة نختار الأمر طباعة نقوم بتحديد أو طباعة الصفحة من الإنترنت مثلا نرى في هذا التطبيق مثلا نقوم بالذهاب إلى هذا المصفح أو هذه الموضوع نقوم بالذهاب إلى الموقع مثلا في هذه الصفحة نريد طباعتها نقوم بالذهاب إلى الخيارات الموجودة ثم تحديد الأمر طباعة بعدها ستظهر لي هذه النافذة التي تظهر لي صفحة أو موقع الويب الموجود نحدد الطابعة التي نريد طباعتها البيانات لها أو حتى نحدد البيانات الأخرى حجم الصفحة تغيير الحجم من أفقي إلى عمودي عدد النسخة التي ممكن تقوم بطباعتها وغيرها من الخيارات الممكنة في طباعة أو طباعة من الانترنت بعد ذلك سنقوم بأمر طباعة ونحدد ونقوم بتحديد طباعة بحيث نتعرف على الخيارات كاملة ما هي مميزات شبكة الانترنت التي تعرفنا عنها عليها في درس السابق؟ ماذا نتوقع الإجابة؟ ممتاز فعلاً إمكانية حفظ صفحة الويب إمكانية تنزيل ملفات إمكانية حفظ الصور وأيضاً إمكانية نسخ ولسق النصوص وفي النهاية إمكانية طباعة صفحات من الانترنت ماذا سنتعرف بإذن الله في هذا اليوم؟ سنتعرف على خلاقيات التعامل مع البيانات بداية بالأداب العامة في التعامل مع الانترنت أيضاً الأداب الخاصة باستخدام البريد الكتروني والأداب الخاصة باستخدام الجوال بداية تنزيل التعرف كتمهيد يطلق على الخلاقيات أو الأداب العامة المتعارف عليها اجتماعياً والمطلوبة عند التعامل التقنية أو عند التعامل مع الانترنت والتقنية والتواصل عبر الشبكات باسم انتكيت وقد ظهر مفهوم الانتكيت بعد انتشار استخدام التواصل الالكتروني والذي صحبه انتشار سوء الفهم بسبب انعدام تعابير الوجه ولغة الجسد فيصعب على مستخدم فهم رسالة الآخر بالإضافة إلى أن التغييرات التي تطلقت على الحياة الاجتماعية بسبب ظهور هذه التقنية وتوجدها في أيدي الصغار استزمت ظهور هذه الأخلاقية يمكن اتباع هذه الأداب بسهولة باختصار بتطبيق مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فعلينا أن نعامل الناس كما نحب أن نعامل إذن هذا كتمهيد لدرس أخلاقيات التعامل مع البيانات في الشبكة عن كابوتية أولا سنتعرف على الأداب العامة في التعامل مع الانترنت أولا عدم إثارة الفتنة ويجب تجنب جميع أنواع التعاملات العدائية تجاه الآخرين عند استخدام الانترنت وخاصة في المنتديات وقنوات التواصل الاجتماعي إذن هذا كأول الأداب العامة في التعامل الانترنت كأحد الأداب في التعامل مع الانترنت كل ما سبق ذكره على الآخرين والترفع على الرد على هذه الهانات التي ممكن أن تصل بعدم إثارة الفتنة أو المسمى التي تحدثنا عنه يطلق عليها الفلمينغ تعرف الآن على الأداب أحد الأداب العامة للتعامل مع الانترنت أولا عدم نشر البريد الإلكتروني أو سبام وهذا يشمل أي بريد أكتروني إعلاني لسلعة أو موقع معين بالإضافة إلى نشر ما يعرف بالبرودكاست وهي عبارة عن رسائل ترسل لكل جهات الاتصال التي لدى الشخص وبدون أي تخطيط أي سواء كانت تعني مستقبل الرسالة أو لا تعنيه سواء كان المحتوى الذي يريد الرسالة مفيد أو حتى غير مفيد إذن هذا عدم نشر البريد الإلكتروني أو سبام كأداب من أداب التعامل مع الانترنت أيضا هذه الممارسات تقوم بملء صندوق الوارد بالمئات والألاف من الرسائل الغير مفيدة مما يعيق الوصول إلى الرسائل المفيدة والهامة في عدم وجود أو عدم وجود هذه الممارسات لذا يجب تحري الدقة قبل الإرسال أي رسالة بأن يسأل الشخص نفسه ما هو الهدف من إرسال هذه الرسالة ينبغي دائما الانتباه لعدم الوقوع في فخ إعادة الإرسال بمعنى أن لا نرسل رسالة فقط لأنها مذيلة في نهاية الرسالة مثلا بتهديد أو حتى عقاب لمن لا يعيد رسالها دائما ينبغي الانتباه لعدم الوقوع في فخ إعادة رسال لهذه الرسالة ممكن تكون مذيلة في نهاية الرسالة بتهديد أو حتى عقاب لمن لا يعيد رسالة فنتنبه لهذه النقطة كأحد الممارسات التي ممكن نتعرف عليها كالأداب العامة لتعامل مع انترنت عدى من أشهر بري دكتروني وهذه من النقاط المهمة نتعرف عليها الآن سنتعرف على الأداب العامة كأدب ثالث الكتابة بالحروف الكبيرة عند الكتابة باللغة الإنجليزية علينا تجنب الكتابة بالحروف جميعها كبيرة أو تكبير جزء من العبارة بحجم خط أكبر بكثير عن بقية من بقية الفقرة فالكتابة بحروف جميعها كبيرة ماذا توحي للقارئ؟ توحي بالهجومية وأيضا قلة الاحترام تعتبر أيضا شكل من أشكال الصراخ وهي عادة ينتقدها الجميع قد تسي إلى القارئ ويعتبرها أيضا إهانة فوقع عبارة get out على المستخدم تختلف عن وقع get out مثلا نلاحظ بالأحرف الصغيرة أو حتى الأحرف الكبيرة أيضا نلاحظ مثلا مثال يقابلها باللغة العربية هي ظهور عبارة معينة في جملة أو فقرة بحجم خط أكبر من حجم حروف بقية الفقرة مثلا سبق وأن نبهت على ضرورة إغلاق الباب ويقوم بتكبير مثلا كلمة إغلاق فهذا أيضا من الأمثلة الممكن نتعرف عليها والكتابة بالأحرف الكبيرة تعرف أيضا على المراجعة لتصحيح القواعد والإملاء جميعنا معرضون للخطأ عند الطباعة بلوحة مفاتيح خاصة عند الكتابة بلوحة مفاتيح الجوالات لصغر حجمها عادة نرى أخطاء إملائية أخطاء نحوية في رسالة وذلك قد يترك انطباع سيء لدى القارئ ويجب علينا دائما استخدام المتقق الإملائي وحتى مراجعة أي رسالة قبل رسالها وحتى قبل نشره إذن هذا أحد الأداب في التعامل مع الإنترنت وهو المراجعة لتصحيح القواعد والإملاء نتعرف الآن على الأخلاقيات التعامل مع البيانات أو أخلاقيات التعامل في الشبكة الأداب الخاصة باستخدام البريد الإلكتروني نتعرف بداية يجب مراعاة أمور عدة بشأن التعامل مع البريد إلكتروني بداية عدم إرسال البريد إلكتروني في وقت متأخر من الليل خاصة البريد الرسمي المتعلق بالعمل هذا يدل على ماذا؟ يدل على السهر مما قد يسي إلى سمعتك المهنية إذن عدم رسالة رسالة بريدكتروني في وقت متأخر من الليل أيضا عدم استخدام خيار رسالة إلى الكل لأنه يندر وجود رسالة تستحق نشرها إلى الجميع غالبا يكون هناك مجموعات تهتم بموضوع معين مجموعات أيضا على عكس ذلك يجب اختيار مستقبل الرسالة المناسب إذن هذا كأمور يجب أن نتعرف عليها أو نتعامل مع بريدكتروني عدم رسالة بريدكتروني في وقت متأخر أيضا عدم استخدام خيار الإرسال إلى الكل أيضا عدم وضع أكثر من علامة استفهام أكثر من علامة تعجب أثناء الكتابة هذا خطأ شائع ويقع فيه الآخرين والكثير هذه العلامات وجدت لسبب واضح كتابتها مكررة بشكل متالي فعلا قد يثير غضب الآخرين أيضا قد يزعجهم أحيانا كثيرة يعتبرها القارئ دليل على رفع الصوت الصراخ بالتالي تكون مثل هذه الجمل أو هذه العلامات تكون منفرة إذن عدم وضع أكثر من علامة استفهام أو أكثر من علامة تعجب أثناء الكتابة بريدكتروني أيضا تجنب استخدام التنسيقات تختلف أجهزة الحاسب في طريقة حرصها البريد يفضل دائما الابتعاد عن التنسيقات المختلفة مثل الألوان والخطوط الخاصة لماذا؟ لأن استخدام مثل هذه التنسيقات فعلا تضع احتمالات ظهور رسائلنا بغير الصورة التي نريد عرضها إذن هذا كأحد الأمور التي ممكن نتعامل مع البريد الكتروني أيضا كأحد الأمور وخير الكلام ما قل ودل استقبل بعض الأشخاص مئات رسائل يوميا لكي نضمن اطلاع على أشخاص عرصي أنه يجب إختصار الكلام في البريد الكتروني لماذا؟ ليسهل قراءته وأيضا معرفة الغرض منه أيضا استخدام العبارات اللطيفة إن النص الالكتروني نص جامد فلذلك فإن إلقاء التحية المناسبة مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استخدام العبارات اللطيفة مثلا من فضلك شكرا من شأنها فعلا إضافة لمسات شخصية وأيضا طابع مريح للرسالة نتعرف الآن على أخلاقيات أو أحد أخلاقيات التعامل في الشبكة الأدابة الخاصة باستخدام الجوال تعتمد أداب استخدام الجوال على ما هو متعارف عليه وما هو ما يعتبر مقبول اجتماعيا فعلا قد يصبح الجوال مصدر للإساءة الاجتماعية لاتفادي ذلك ينبغي أولا ضبط الجوال على الوضع الصامت في الأماكن العامة الحساسة مثل المساجد المستشفيات المكتبات العامة للقراءة وعدم استعمال أو استقبال المكالمات في مثل هذه الأماكن أيضا عدم التحدث بصوت مرتفع عند استقبال مكالمة في مكان عام فعلا يكون فعلا مزعج لمن حولك احتراما بصحبتك بعدم استقبال المكالمات أثناء تواجدك لماذا؟ لأن ذلك يعتبر تقليل من شأنهم وعلينا أخبار متصلنا سنقوم مثلا بمعاودة تتصال به لاحقا احتراما لمن منهم في صحبتك وعدم استقبال هذه المكالمات إذن هذه أحد الأداب الخاصة باستخدام الجوال أيضا تجنب استخدام الجوال أثناء تناول الوجبات أو القيام بعنشطة مع الآخرين الآخرين لا يتقبلون أو لا يتقبلون تجاه لهم من أجل الجهاز أو من أجل الآلة أيضا عدم النظر إلى شاشة جوال الآخرين بدون طلب منهم لأن ذلك يعتبر من التطفل الآخرين إذن هذه أحد أو العديد من الأداب الخاصة باستخدام الجوالات أو الاستخدام الجوال نتعرف الآن على نشاط فيما يلي عبارات وردت في دسائل إلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وضح الخطأ أو الأخطاء التي تظهر في كل عبارة من هذه العبارات مثلا في العبارة الأولى لقد سبق وأرسلنا لكم استفسار بخصوص مواعيد العمل والدورات التدريبية ولم يصلنا أي رد بخصوص ذلك أرجو منكم الرد بأسرع وقت ووضع أكثر من علامة تعجب ماذا نتوقع الخطأ في هذه العبارة؟ ماذا نتوقع؟ ممتاز فعلا أدم وضع أكثر من علامة تعجب أثناء الكتابة هذا يعتبر من الأخطاء الموجودة أيضا رسالة تذيء مذيلة باستحلفك بالله أن لا تقف عندك هذه الرسالة فعلا هذه العبارة خاطئة وتصحيحا أنها عدم الوقوع في فخ إعادة مثل هذه الرسائل بمعنى أن لا نرسل هذه الرسالة فقط لأنها مذيلة بتهديد أو عقاب لمن لا يعيد رسالها أيضا هذه العبارة ما يلي يسور مركز تدريب مثلا العلان عن بدء دورة الرسم باستخدام برنامج الفوتوشوب كيف ممكن نقوم بمعرفة هذا الخطأ ممتاز فعلا التلطف في العبارات لماذا؟ لأنها نص جامد فنستخدم مثلا نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله يحدد اسم الشخص أيضا ممكن نقوم بإعلان أو نعلن عن الدورة شرفنا الانضمام إليكم مثل هذه العبارات تكون ألطف في التعامل أو استخدام هذه العبارات في رسائل ألكتروني إذن ماذا تعرفنا بهذا اليوم؟ تعرفنا الأداب العامة في التعامل وإنترنت أيضا تعرفنا على الأداب الخاصة باستخدام البريدكتروني تعرفنا أيضا على الأداب الخاصة باستخدام الجوال إلى هنا نكون قد نهينا درسنا لهذا اليوم تعرفنا فيه على أخلاقيات التعامل مع الشبكة العنكوتية نراكم على خير